الاضطرابات الجوية تحرم أكثر من 1600 مسافر من رحلاتهم البحرية بعد أن اثطرت الشركة الوطنية للنقل البحري إلى إلغاء جميع رحلاتها لهذا الأسبوع وإعادة برمجتها بداية من السابع عشر من الشهر الجاري تم إلغاء رحلة من مارسيليا إلى سكيغدا رحلة مارسيليا سكيغدا برمجة يوم 12 نوبمبر والرحلة من ميناء سكيغدا إلى ميناء مارسيليا يوم 5 14 نوبمبر نهائيا والرحلة من ميناء وغران إلى ميناء أليكونت بإسبانيا يوم 14 نوبمبر 5 يوم 14 نوبمبر والرحلة من ميناء أليكونت بإسبانيا إلى ميناء وغران يوم الجمعة 15 نوبمبر هذه رحلة تم إلغاءهم نهائيا الشركة الوطنية للنقل البحري قامت بتعويض المسافرين المتضررين وأكدت أن هذه الاضطرابات الجوية تكبدها خسائر مادية تصل إلى الأربعمائة مليون سنتيم للرحلة الواحدة السوق الأحوال الجوية بطبيعة حالي يكلف حتى الشركة الوطنية النقلة المسافرين بخسائر مادية والتي تقدر من 300 مليون إلى 400 مليون سنتيم تواصل الاضطرابات الجوية وبحسب الشركة الوطنية للنقل البحري من شأنه أن يتسبب في إلغاء رحلات أخرى خلال الأسابيع المقبلة وعليه دعت الشركة جميع زبائنها الرغبين في السفر في هذه الأيام التوجه نحو مصالحها التجارية للاستفسار عن مواعيد الرحلات